اهلا بكم شباب في فيديو جديد من دورة وهنبتدي هنا بقى نتكلم في النقط المهمة جدا. طبعا كان مهم جدا فعلا وممكن تستخدمه في ان انت تبني تطبيقات اللي واحده اصلا. يعني انت مش محتاجة حاجة تانية معاه. بس بقى حبيب بقى ابتدي ودي لك شوية حاجات كده ولزيزة قوي. وحرفيا هتنفعك وانت بتبني تطبيقات. يعني حرفيا انت بتبني تطبيقات هتلاقي نفسك بتستخدم الحاجات دي. وهتريحك في شغلة كتير جدا. هتخلي بتاع الكود بتاعك افضل. هنتكلم فيها عن نقطة مهمة جدا. بس مش هقول لك على كل حاجة دلوقتي طبعا انا دلوقتي بس حابب اتكلم معاك في بشكل عام. انا دلوقتي عندي مفهومين في عندي حاجة اسمها تعالى كده ناخد القلم ده. عندي حاجة اسمها تمام? وعندي حاجة اسمها طبعا الاسمين دول يمكن سمعت عنهم كتير جدا انت سمعت عن وسمعت عن ويمكن انت فكر ان اللي اتنين واحد. لكن لا طبعا الاتنين مش واحد اصلا. في فرق ما بين وفي فرق ما بين خلي بالك من نقطة مهمة ان ينفع يكون لكن ما ينفعش العكس. يعني ما ينفعش نقول عليه فطبعا في البداية كده هتعالى اقول لك التعريف بتاع كل واحد فيهم عشان تعرف انت تلاحظ يمكن ايه الفروق وبعد كده كلمت كمان عن الفروق ما بينهم. فتعالى كده نبص على التعريف البسيط اللي قدامنا ده وهي ده كده تعريف بيقول لنا هي ايه وهي ايه فتعالى كده نبص على ونتكلم عن نقطة نقطة ومش لازم نتكلم عن كل نقطة نقطة بس ناخد كده النظرة العامة يعني من الاخر كده اهم نقطة يعني تهمني هي تقريبا اول نقطة ان هو بيقول لك يعني ايه النقطة دي? يعني من اخر كده لما تيجي تتكلم عن فانت مش بتتكلم ازاي من جوة بتتكلم مع بعض. يعني احنا مش بتقول لي خلي بالك انت عندك مسلا بيتكلم مع مش عارف ايه بالشكل كزا والحاجة دي كزا. لا مش بيقول لي كده هو بيقول لي بشكل عام بتاعت البرنامج بتاعي هتبقى ماشية ازاي يعني متقسم مش عارف لكام اللير دي بتكلم اللير دي ازاي وهكزا بيقول لي كلام كده بشكل عام ممكن اخده وطبقه على اي فعلي ما يفرقش معي انت بتطبقه فين فده مفهوم اما يا شباب بتختلف بقى معاها في النقطة دي بتبقى متعلقة اكتر بالكومبوننزات نفسيها يعني من الاخر كده نقول ان اصلا يتعامل عشان يحل مشكلة في بشكل عامي يعني انا عندي مشكلة في فروح تعملت كده يقدر يهندل النقطة دي من اللي مشهورة جدا هي ايها لو انت سمعت عنه ممكن اه خلاص كامل معي لو ما سمعتش عنه ممكن تعمل سرش عليه هو طبعا مشهور جدا وتلاقي نفسك بتستخدمه في حاجة زي انا دلوقتي فالنفطر لو انا عندي محتاجة استخدمها هي بس كل مرة تعمل مع نفس يعني مش كل مرة محتاجة اعمل جديدة وتعمل معها لأ انا عايز نفس هي اتعمل معها كل مرة يعني انت عندك نفس الابجيكت عايز تتعامل معك كل مرة هو هو نفس الابجيكت ده اللي انا بريد منه واللي انا بريد فيه تمام ففي الحالة دي بنلجأ لحاجة اسمها دي كانت مشكلة وحلها كان اسمه ايه اسمه سينجل تون باترن طبعا في حاجات تانية كتير في باترنس كتيرة جدا بس طبعا ده يعتبر تقريبا اشهر اشهر باترن يعني مش اشهر باترن يعني اللي كلنا تعريبا عارفين يعني انا وانت واشخاص سينجل تون باترن ده مشهور جدا فطبعا عشان كده اخدته مثال لكن لو مش عارف يفضل تروح تعمل دلوقتي وتبتدي تستخدمه هو بسيط جدا على فكرة يعني ما ياخدش منك بتاع ربع ساعة وتبقى استخدمته خلاص فهو توجد عشان يحللنا مشكلة ان احنا دلوقتي عندنا واحدة عايزين نتعامل معها دايما يعني عايزين نفس الابجيكت ده اتعامل معها في كل الاوقات هتلاقيها دايما في لو جربت تستخدم فانت بتضطر تعمل تمام وتستنى تعمل اويت يجيب لك وتبتدي تتعامل معي نفس الكلام كل مرة هتعمل نفس الحركة هتستخدم عشان تجيب الابجيكت الجديد وتتعامل معي كل مرة هتعمل نفس الحركة دي طب انا ليه هتعمل نفسي طب انا عايز اعملها مرة واحدة ويبقى عندي وتعامل معها دايما خلاص مش كل مرة هقعد بقى اقويت للحاجة دي لغاية لما تجيلي وبعد كده ريد منها ورايت فيها لأ مش مش معقول هتعمل كل الكلام ده الموضوع هيبقى مملك كده طب ليه يعني ليه استنى ما نجيبته قبل كده طب ما خليه معايا بقى فاهمت انت الفكرة فالسنجل تون ده هيحل لنا المشكلة مشور جدا او في حلو قوي طب دلوقتي يبقى توجد عشان يحل مشكلة لكن دي بتقول لشكل سوفت وير هيبقى مبني ازاي فاهم انت الفكرة بينا من اسمها يعني حاجة كده زي مسلا كده ازاي بتبني المبنى ده مسلا بسيط جدا ممكن تاخده وتبنيه في اي مكان تاني مفيش فرق زات نفسيها ممكن تبقى يعني اقدر خليها ايه بترن وتعامل بيعدي جدا لكن العكس ما ينفعش ما ينفعش ديزاين بترن يبقى ايه باركيتكتر هلينفع تقول عالسنجل تون ان هو اركيتكتر لا هو مش بيقول لي للسوفت وير ولا اي حاجة لا ده هو بيقول لي بس ازاي احل مشكلة بس مش اكتر فاهمت انت الفكرة اتمنى تكون فاهم الفكرة ما بين الاركيتكتر والدزاين طبعا في كتير مننا مش فاهمين الفرق وبيستخدموا الاتنين وزي الفل فا هي مش قزمة يعني بس اتمنى تكون اه يعني لحد ما فاهمت الفرق ما بينهم لو حبينا برضو نتكلم على مقارنة بسيطة جدا ما بينهم فتلاقي ان انا هنا بكلمك عن اللي ما بينهم يعني بيقول لك مثلا بتدخل في مرحلة التصميم انت بتصمم بتاعك فبتبتدي اتحدد اللي انت هتستخدمها وعشان كده دي بتبقى النقطة مهمة جدا 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 وناس كتيرا قوي بتغلط فيها ليه بقى لان انت بتسمع ان في اركيتكتر مشهورة جدا فبتروح تستخدمها في كل المشاريع بتاعتك زي مسلا دلوقتي اللي طالع يعني دولاتي مش عارفوا انت بتتورج على الفيديو ده هيكون المشهور بس المشهور دلوقتي يا الله في ناس كتيرة جدا رايحة وتستخدمها بحزافرة في انها هتبني تطبيقات مش مستهلة اصلا فبضيع وقته مجود وهو شخصيا هو بيكتب كود انا واثق ان هو شايف حاجات كتيرة بيعملها ملهاش داعي ومش مقتنع بيها بس بيعملها لغرض ايه كلنا بنعملها وكلنا فعايزين نلتزم بهذا الموضوع فبتالي الاسب ده بيبقى تصرف غلط انت مش بتستخدم وخلاص انت مدام اتعلمت آآ او والكلام ده المفروض بتحدد وانت شغال انا محتاج ايه هل انا محتاج استخدم الكنين هل انا محتاج استخدم مسلا مش عارف آآ هل انا مسلا محتاج استخدم حلو قوي بعد كده تاني نقطة بيقول آآ ان يعني لسه الاقلين من شوية ان انت هنا عندك ده مجرد ايه مجرد كده اللي هو زي الورقة دي اللي بيقوا مكتوب فيها ازاي الحاجة دي هتتبنى وكده يعني وانا مش عارف اسمها بالعربي بس اللي هي الورقة دي اللي بيبقى فيها مخطط كده ورسومات ومش عارف ايه للحاجة دي مسلا هتتبنى ازاي ده اسمه بلو برينت والديزاين باترن بقى احنا ازاي هنطبق الحاجة دي تمام او ازاي هنطبق النقط دي لان انت ممكن زات نفسيها من جوه تستخدم اكتر من باترن لان كل بيحل مشكلة فانا دولياتي عايز احل المشكلة دي هستخدم مش عارف انا عايز احل المشكلة دي فاستخدم مش عارف ايه باترن انت على حسب المشكلة بتبتدي تستخدم الحاجة اللي انت محتاجها فلو مش محتاجها ما تستخدمهاش مش عايزين ان احنا اه نخلي الموضوع معقد وهو سيمبل اصلا مش مستاهل كل التعقيد ده يعني لما شخصي بعتلي مسلا اه بسيط جدا عبارة عن خمس شاشات ولا مش عارف كم شاشة وولاقيه مسلا مستخدم بشكل ممتاز يعني حرفين بشكل ممتاز جدا بس ليه يعني السؤال هنا ليه يعني الشخص زي الفل بس هو ليه عمل كده ليه استخدم في تطبيق زي ده يعني انا اوصل ان هو ضايع وقت كتير جدا اه في النواة يهاندل النقط دي مش مستهل اصلا تمام اه بعد كده هنا بيكلمك بيقولك ان ان الاركتكتشر ازا ديزاين باترن اللي سائلينها من شوية بس الدزاين باترن ما ينفعش يكون وبعد كده بيتكلمك مسلا ان الان في سي ممكن يبقى اللي اتنين الان في سي ممكن فعلا يبقى اه ديزاين باترن وممكن يكون وعندك نفس الكلام بيقولك السنجل تون ده ديزاين باترن لكن ما ينفعش يكون ونفس الكلام الان في سي والان في في ام ممكن يمشوا في اللي اتنين فزي ما انت شايف هنا بيكلمك عن حاجات كده بشكل عام الان في سي والان في في ام دول ديزاين باترنز معروفين جدا وبرضو اركتكتشر معرفين جدا يعني انت ممكن تقدر تقول عليهم اركتكتشر ممكن تقدر تقول عليهم اه ديزاين باتر اللي رايحك الاتنين صحي مش غلط لان هو ممكن يبقى الاتنين حلو قوي ده اللي يهمني في الفرق وتقريبا احنا قلنا الفرائد دي فمش لازم نغي فيها كتير جدا طب دلوقتي انا استخدم ايه ده ده سؤال يعني تقريبا كلنا محتاجين نسألوه لان هو فعلا سؤال مهم اه على اساس ايه احدد انهي هستخدمها زي مولت لك على اساس اللي انت هتبنيه على اساس ازاك نفسه انا دلوقتي هبني ايه فعلى اساس انا هبني ايه هحدد انهي هستخدمها خلي بالك ان من اشهر اللي موجودة وعندك اا وعندك اا وعندك اا طبعا فانت عندك اختيارات كتيرة جدا خلي بالك تعال بقى اكلمك ازاي احدد انهي هستخدمها عشان اقدر احدد لك النقطة دي انا في نقطة عايزك تاخد بالك منها يمكن اا فعلا مش كله بيبقى عنده خلفية عن النقطة دي او لما بتيجي تشتغل ما بتبقاش فاهم ان فيه فرق فعلا ما بين النقطتين دول ان انا دلوقتي في بشكل عام لو فيه شركات شغالة او لو انت هتروح تشتغل في الشركة فالشركة دي ممكن تكون حاجة اسمها برودوكت بيزد تمام او سيرفيسس بيزد الفرق دي شركة شغالة على بروجيكت واحد فقط لغير يعني هي عندها بروجيكت واحد وعمالة تطور فيه وبتقدمه فقط مش بتقدم خدمات تانية هو برودوكت واحد وعمالة تشغلوا من امثالها مسلا شركات عالمية زي جوجل آآ فيسبوك آآ مسلا آآ اوبر آآ طلبات شركات محلية لو انا بتكلم عليها في مصر اللي انا شايفه في مصر مش عارف دي حاجات محلية ولا لأ بس عندك مسلا زي آآ مسلا آآ في حاجات تانية مسلا مش عارف يا دي حاجات آآ محلية ولا لأ بس عامة يعني تفهمت المقصود هو عبارة عن شركة بتتعامل في تطبيق واحد بس وبتطور من التطبيق ده بس تضيف عليه تحسن منه وتحسن من اداءه زي ما انت شايف كل شغلين على البروجيك ده فقط لغير فاسمها احنا شغالين على مشروع واحد هنا بقى بتبتدي تلاحظ اهمية ان انت يكون عندك لازم تهندل كل الحجم ده لازم تهندل فعلا ان انا اكون اقدر اعمل تست الكل فيتشر ان انا يكون عندي سهل ان انا اضيف كل سهل ان انا اعرف احدد مش عارف ايه سهل ان انا اعمل كل حاجة بشكل سليم لكن مسلا لو انا شغل في شركة هي يعني انا شركة بيجي لكلاينت يقول لي خلي بالك انا عندي مسلا اه فنفترض مصنع المصنع اذا بينتج ملابس فانا عايز دلوقتي ويب سايت كده لزيزة جدا بحط فيها مسلا اسعار الهدوم والحاجات دي وبرضه تطبيق اليوزرز ممكن يستخدمه عشان يشترهم المصنع والحاجات دي فبسولة جدا بنشير الويب سايت وعمل له التطبيق وسلم له الحاجة دي مسلا اي ان يكون المشروع اخد وقت قديل فنفترض ستة شهور في خلال ستة شهور بسلمه الحاجة فده هو قاعد ستة شهور وخلص يعني حرفين ستة شهور وخلص خلاص واللي من جوه مش كتيرة جدا فبالتالي انا مش محتاج مسلا يعني هل انا هحتاج كل حاجة في لكن مازلت محتاجة بتاعي بشكل سليم يعني انا محتاج بتاعي يكون وشكله منظم دي شيء مفروغ منه بس مش بالحجم ده يعني هنا في حاجات كتيرة او ممكن ما استخدمهاش وهتضيع لي وقت وفعلا مش هتفرق لان انت اه يعني صغير مش كبير ومش هتعمل عليه تعادلات كتيرة جدا ممكن يضاف لي بعض الحاجات البسيطة في المستقبل لكن برضو هيبقى سهل ان احنا نضيفها بالالتانية ما انت خلي بالك دي كلها بتسمح لك بالنقطة دي فاهم انت الفكرة لكن كل بتفرق عن التانية في حاجات بسيطة كده يعني ممكن بتخلي لك الموضوع ده ابسط بتخلي لك الموضوع ده اسهل وها كزا لكن في الاخر كلهم بيسمحوا لك ان انت فعلا تقدر تريوز الكود بتاعك بشكل سليل تقدر تمنتين الكود تقدر تعدل فيه تقدر تتست الكود كلهم بيسمحوا لك النقط دي بس الفكرة مين اللي بيدعم من الكود بتاعك يكبر يمكن اكتر اه بشكل اكبر يعني هي دي الفكرة بس كلها مش اكتر فدلوقت لما تكون في الحالة دي انا ممكن الجأ بقى لحاجة من التلاتة دول محبش اروح لكينة اركتكتشور بسراحة ممكن تروح لو فعلا البروجيكت اللي انت هتشتغل عليه ده كبير وهتشتغل عليه فترة كبيرة ممكن فعلا ترجع لها لكن على الاغلب من اللي انا شفته في واقع خبرتي تمام في معظم التطبيقات اللي اشتغلت عليها حاجة زي مصلا كانت تقريبا مثالية مثالية فعلا لمعظم المشاريع اللي اشتغلت عليها حرفيا كانت مثالية جدا انا يعني الفترة اللي دي استخدمت كتير جدا عشان اشوف هل فعلا انا هحتاجها في حجم المشاريع دي اه لقيت لا مش مش محتاجها خالص يعني المشروع خالص وانتهى وترفع كنت مستخدمها لكن ما فرقتش في حاجة يعني لو كنت استخدمت كان هيبقى الشغلة اسرع اه اقل تعقيدا اه سهل تمام اه فبالتالي لاحظت ان لا ما كانتش مناسبة اوي للموضوع ده فعشان كده انا حابب اتكلم معاك فيه الكورس ده عن لان بصراحة لما استخدمتها كتير لقيتها مثالية لمعظم الشغل بتاعنا فبالتالي الدنيا كانت لظيفة جدا وكده كده انت لما تروح تشتغل فانت مكبر تشتغل على اللي هما مستخدمينها يعني ايا انت كن هم مستخدمين ايه انت مكبر تمشي على النظام بتاعهم مش هتروح انت تتعدل بالنظام بحاجة دي ده انت متعلمها لا استحال انت كده كده هتتعلم اللي هما بيستخدموه لكن معظم الشغل في الشركات اللي انا لاحظه بيبقى وده تقريبا الشغل اللي انت هتشتغله لو كنت او لو هتشتغل في اي شركة تقريبا معظم شغلهم بيبقى كده فعشان كده نحابب اركز في ده على الجزئية دي يعني نحابب اركز ان احنا دلوقتي شغل للشركة فالشغل الشركة هيتم ازاي في وقت كويس بشكل كويس هنستخدمه ايو دي اللي هنركز عليها في الكورس ده او في اللي جايه تمام هنستخدم وطبعا هنستخدم معها يعني هتبديني لطيفة جدا وهنتكلم عن شوات حاجات بس بكده كون الفيديو ده انتهى اتمنى تكون استفدتم الفيديو واستناك الفيديو جهة ان شاء الله ومع السلامة